دائما نقول الدكتور الدرحمن داخل دخل الأندلس في ربيع عام 138 وبدخوله بدأ ربيع الأندلس الربيع الإيجابي الربيع الإيجابي الأندلس تحولت في هذه اللحظة بدأت الوجهة الحضارية وسياسية فهم الدولة والدولة في هذه المنطقة لذلك ننتقل إلى الدولة الأموية في الأندلس طبعا عصر الدولة الأموية يعني عصر عصر الأندلس عصر الحضارة عصر الانتاج عصر الظهور عصر البروز فكرة جميلة ربيع الأندلس نعم هي ربيع الأندلس الداخل يقال عنه رواية ذكرت ببعض المصادر قد تكون وقد تكون لكن معانيها رائعة قيل بأنه لما نزل في ساحل شرق الأندلس استقبله الموالون وأرادوا أن يختبروا شخصية هذا الرجل قادم وهو شهر عمره 22 سنة في العشرينيات من عمره بالضبط شخصية هذا الرجل ما هو فقيل قدمونه كأسا من الشراب وقدمونه غانية يعني المغريتان الكبريان فقال بالنسبة للشراب قال أما هذه فأنا في حاجة إلى ما يزيد عقلي لا إلى ما ينقص وإن كانت من القلب وإن كانت من القلب مكان فإن أخذتها وشغلت بها عن ما أتيت من أجله ظلمت نفسي وإن أخذتها وشغلت بما أتيت به عنها ظلمتها ردوها فلا حاجة بإليها يدلع الرجل الرجل حينما خرج من المشرق فأرن خرج بمشروع خرجوا في دينه مشروع معين لديه رؤية معين ليس مجرد النجاح ليس مجرد النجاح وأنه أمير يريد أن ينجو بنفسه وأنه نعم فليس لا أتوقع أن عبد الرحمن الداخل مع همته وعزمه وكذا يجود بنفسه عن أخته وأعمانه وكذا إلا أن كان لديه منظور لديه فكرة لديه مشروع يختمر في باله لذلك حرص عليه